زي قيمت أداء وولتر بواليا الفني مع النادي الأهلي مش بس مباراة فيتا كلاب الفترة اللي فاتت ولكن بالتحديد فعلا المباراة اللي فاتت وولتر بواليا من اللعابين المميزين جدا وكلنا كنا بنطالب من فترة وكنت معاكي هنا صورة من فترة وقلنا إنه النادي الأهلي محتاج بالفعل مهاجم قوي مهاجم سوبر وولتر بواليا عنده أو بينتالك كل هذه الإمكانيات جسمان قوي سرعات كبيرة جدا في الجنة أحرص 16 هدف قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي سواء في الموسم اللي فاتت 13 و3 أهداف قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي مباشرة وبالتالي هو لعب هداف ولكن شوفي بيحصل أحيانا عدم توفيق محتاج صبر شوية محتاج دعم كبير جدا من الجهاز الفني الحام بستنكر شوية هجوم البعض عليه في إنه محتاج إنه يتمرن شوية أو ياخد جرعات تدريبية كبيرة جدا على المرمى لا وولتر بواليا عنده بالفعل هو هداف من الدرجة الأولى هداف كبير جدا كمان حتى على مستوى قبل الجنة ما يصل الجنة كمان هداف بشكل كبير جدا مميز جدا في اختراقاته وسرعاته محتاج صبر شوية علشان نصل لو فاكرين كلنا معظم اللاعبين بيكون عندهم عدم توفيق فاكرين فلافيو بالتأكيد نجم النادي الأهلي السابق عاق فترة طميلة جدا سنة كاملة تقريبا محرص غير هدف وحتى الناس كنت تتكلم إنه خبط في رأسه من وراء بالتالي ممكن ده يحصل وارد جدا إنه يكون فيه فترة من عدم التوفيق ولكن أتمنى إنه يتم معالجاتها نفسيا شوية وأعتقد إن المسلمين يبتدى يشتغل على ده مع ابواليا الفترة اللي جاي